بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حول بعد مقامات اهل البيت والناس الصالحين هم اولياء الله الصالحين او في اي مكان ممكن نقابل الناس اللي احنا نتكلم معنهم دون بينتشر دجالين كتير ووكلاء للشياطين واهل شر دايما بيستغلوا تعبك او حكتك او حرتك او يأسك من شيء معين ويكشفوك ويكشفو يعني عن حالتك او عن احوالك الخاصة ويذكرك ويذكر لك امور انت ممكن تفتن بيها يعني اي حاجة في حياتك انت في حياتك كذا مع انك انت اول مرة تشوف الشخص ده فنحذر اللي احنا نتعامل مع الناس اللي زي دي او ممكن حد يدينا عطر احنا طبعا ما نعرفش العطر ده في ايه او انا ما عرفش الشخص اللي الدهولي فما يباش في ثقة اللي انا ااخد من اي حد عطر او اشرب مية من اي حد انا ما عرفوش او ما عندي الثقة فيه او اللي انا اشيل متعلقات شخص معرفوش برضو او اللي انا قدي سبحتي السبحة لحد مسلا معرفوش او حد يمسك كده طرف السبحة بتاعتي انا برضو معرفوش فبلاش من الامور دي خالص او لو انا بسلم بالنسبة الرجالة يوم بيمسكوا الايد ايه بعد كده بلاش نصيل في السلام قوي او لو هو دقق او في في عينك بلاش ايه تستمر في ايه في النظر معين او بمعنى صح لو خدك بحضنه على اساس ان هو مشتقلك او قال لك انا هرقيك او حطي ايده على راسك او على كتفك او على ضهرك او على صدرك فبلاش بلاش بلاش الامور دي خالص نبعد عنها وبلاش ناخد من منهم اي ورقة ممكن تكون الورقة دي اه كتب فيها ادعية او ايات او اذكار بس من بينها اكيد اسماء شايتين بس انت مش هتاخد بالك او مش هتلاحزها بسهولة وبلاش تطلب من اي حد ما تعرفوش رقيا مش انت شايفه بس ان هو صالح قدامك شيخ راجل صالح فبلاش تطلب منه الرقيا احنا ما نعرفش هو باطنه ايه مش عشان هيقته ومفه صلاح يبقى خلاص اطلب منه الرقيا لأ وزي ما قلنا في اول الكلام بلاش نطيل النظر وبلاش نقف قدامه هو بيتكلم ممكن يكون بيتكلم كلام غير مسموع انا مش فهمه او كلام غير اه غير اللغة اللي انا بتكلم بيها ممكن يكون بيتمتم فانا ما عرفش هو بيقول ايه فابعد عن الكلام ده كله حتى كمان اه نخلي بالنا اه واحنا في الحمامات بلاش نتكلم كتير بلاش نغني بلاش نبكي يعني بمعنى اصح نقضي حاجتنا فقل وقت ونخرج على طول وكمان بلاش نقرأ اوراد او احزاب بدون اخد اذن من الشيخ كل واحد اللي هو شيخ طبعا قوله ورده معين او له احزاب معينة مش اي حد يجي يقولك قولي الورد ده او قولي الحزب ده ومشي عليه المدة كزا يوم قوله كم مرة ومشي عارف ايه لأ الحاجات ديت لازم بازن وبعدين لازم يكون لك شير لانه ممكن يكون هو اللي بيدها لك اه اللي ادلك الورد ده او الحزب او الزكر اللي قالك واصب عليه ممكن يكون في حاجات عير مفهومة فبلاش ناخد من اي حد اسكار او اوراد لانه ممكن ينطق اسماء الله الحسنة بطريقة عير صحيحة لان الاسكار دي الاوراد دي بيكون فيها اسماء الله الحسنة وكمان ممكن يقول لك ده انا هوكل لك خادم اية كزا ده اسماء الله الحسنة هيجي لك الخادم بتاعه لا 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 بلاش الكلام ده خالص وبلاش نقرأ اي كتب خاصة بالروحانيات او بمعنى صح اللي خاصة بالجن او السحر او لعلاج بالقرآن وطبعا الكتب دي كتيرة ومعروفة فبلاش نغامر يكون عندنا فضول او اسرار اللي انت تتعلم الاج روحاني او اللي هم بيسموه العالم الروحاني يا جماعة ذكر الله احسن من اي شي وانا انصح نفسي وانصحكم ودايما نحرص اللي احنا نسمي بسم الله قبل الطعام وقبل الشراب ونحمد ربنا دايما بمعنى اصح نحافظ على الاسكار في كل احوالنا ودايما نستعيز بالله من الشيطان الرجيم ونلتزم باسكارنا الوردة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها سواء عند النوم سواء لما استيقظ سواء ما اجي اخرج من البيت سواء نخش الحمام ايا كان الاسكار اللي وردت في السنة وفي حسن المسلم وكمان اكثر من قراءة اية الكرسي والاخلاص والمعوذاتين ودايما اتابع اللي انا اقرأ صورة البقرة او اشغالها في البيت هي بصورة الرحمن وطبعا نلتزم باسكار الصباح والمساء ودايما اجدد ودوقي لو اتنقد على قدر المستطاع يعني وكمان نلتزم بقراءة وردنا من الكرآن الكريم ونحافظ عليه وفيه من ضمن القراءة الكرآن الكريم ايات للحفظ وكمان بلاش ناخد اي اوراد او اسكار زي ما احنا ما قلنا في الاول اه فيها الفواز غير مفهومة او بلغة انا مش فهماها ممكن ما يكونش عربية اصلا او بمعنى صاح ما يكونش الشيخ ازان لي اللي انا اقول الاسكار دي او الورد ده وزي ما قلنا اللي احنا نكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويكون على يقين تام اللي انا في حفظ الله وفي معيته لان اليقين في الله اهم شيء وبلاش التفد لحد فربنا بيقول لك ايه فالله خير حافظا وهو ارحم والراحمة فذكر ربنا هو خير واقع نبقى مع الله يكون الله معنا